قالينا نروح لكابتن سيد صبر رئيس جهاز النشي المشآت في الاسماعيلية وقلن أخبار كابتن سيد ايزايا حضرتك مسي أخيرك يا كابتن حيثم مسي الأخير عليكم على الكابتن سemarkowy والكابتن احمد مراد لا كابتن على الي معنا النهاردة اه لي ح بال ه aspect هذه one و Blog كابتن حضرتك سيدة incomesioات ورحبا لمتاح SAT وندك الدنيا هناك طمننا الأخبار اييه جديدة عنك كابتن سيد؟ والله النهاردة تعدلت الماتشات بتاعة البنات لبكرة على أساس أن فيه الناس هتيجي متعمل مسحات لكل الفرق بعد شوية لكل فرق الناشئين والناشئاء المرتبط للصويرين والكبار وكلهم هتعملنهم مسحات النهاردة على أساس الانتظار نتيجتها بكرة قبل المباريات ما تتلعها طب كابتن يعني اللجنة اللي هتيجي تعمل المسحات هتيجي المكان إقامة اللاعبين واللعبات والناشئين والناشئات ولا هيتنقلوا يروحوا المكان يعملوا المسحات لا أبصر إحنا عادين هنا في الإسماعيلية معظم الفرق قاعدة في فندق وفرق الاتحاد السكنداري قاعدة في فندق تاني فأعتقد هيجينا في الفندق إحنا في فندق إحنا قاعد أربع فرق من نادي الأهلي وأربع فرق من نادي سبورتين وأبقاعد فرق سموحا للدرجة الأولى رجال وجايت دلوقتي فرق الشلس درجة أولى النساد ففي تجمع خبير في الفندق عندنا هنا أعتقد هيجينا يعملوا عننا هنا إن شاء الله طب كابتن يعني برضو عايزين نقول يعني برضو اللجنة اللي جاية تعمل مسحات إحنا سمعنا إنها جاية من إسكندرية كلام ده مظبوط ولا اللجنة هتبقى من إسماعيلية من المحل إقوامة الفرق لا ما عنديش المعلومة دي المعلومة اللي تبلغنا بيها إن إحنا من دقات التنساعة تمانية ونصف تسعة هنبتدي نعمل مسحات ويبقى الدور بالفرق اللي عندها ماتشات بوك يعني مثلا آخر دور هيتعامل اللي هو فرق البنات المرتبط نلوح بالمعرض طب كابتن قولي المرتبط المرتبط لعب النهاردة صح؟ صح البنات لعب النهاردة اللعب النهاردة كيزبه النهاردة يا كابتن آه الحمد لله إحنا خدتنا الماتش الأولاني وبفادي سكور كوي سبعة وسبعين ستين آه ألف مبروك يا كابتن يمكن ده يحط يريح الفرقة شوية كبيرة صح يا كابتن مظبوط؟ إن شاء الله وإن شاء الله برضو بكرة فرقة المرتبط أولاد برضو نحاول ناخد لهم الجين برضو علشان يبقى دائم وسبشل عليهم إن شاء الله بس عايزة وأكد إن حداك ما يسك جهاز الناشئين والناشئات يعني حداك مسؤول على الاتنين يعني أنت عندك يعني ما فيش يوم راحة زي ما بيقوله صح أو لا؟ وعنا عندنا كمان إنك كفت دكتور سمن نمر النهار بتاعي في القاهرة عند بطولة الأربعتاشر سنة ولاد ومنات قاعد فيها في الحلوان طب يا كابتن هتتلاعب البطولة؟ أصلي برضو أنا عايز سألك بطولة أربعتاشر سنة لا تلافع حلوان هتتلاعب ولا لا؟ اتلاعبت أول ناشي النهاردة أخذبنا الجزيرة تحت المنتاشر سنة على النساء وبكرا الولاد هيلعاب تتلقى طب ومش محتاجين مساحات أو حاجة الولاد ولا؟ لا لا ما طلبوش بيلاعب ما طلبوش مساحات طب مش هي بتتلاقي في سالة مغطاة وممكن تبقى محتاج مساحات ولا ما فيش المساحات بالنسبة لهم؟ لا لا هو التعليمات اللي طلبت من فريد آه إن هيتعامل المساحات للموجودين في الإسماعيلية لا هو القرار لابتكارت القرار طالع للدور الممتاز ألف وطالع أيضا للمرتبط بس طب كابتن قولي يعني طمنا برضو عن اللعيبة هناك الحالة يعني برضو بالنسبة لفرقة النادي لأهل الفريق الكبير والسيدات أكيد حضاك يعني معاهم في نفس الوقت بص إحنا إحنا الموقف بتاعنا في الرجال في عندنا ثلاث إصابات صعبة جدا كابتن عمر الجدي وكابتن ياب أمين وكابتن عبد الفضيل وفي نفس الوقت برضو فرقة الانسات فيها ثلاث إصابات قوية جدا برضو منعهم إن هما يشتركوا لغادي الوقت غير الجهاز التدريبي بالكامل يعني كابتن عمر عشور وكابتن هايثم ومونيك اللي لعب المحترفة وأصار ماجد في سبورتنج ألف السلامة ورانيم أرجو ليه مشفقة جميعا إن شاء الله يا ربنا يا ربنا سهلة ويكمل على خير إن شاء الله طب كابتن يعني برضو إحنا بالنسبة لنا في الأهلي سواء كبار أو ممكن اللعيبة اللي هما الفضيل وطبعا إهاب أمين وعمر الجندي هل فيه احتمالات يعني يلحقه بيبقى برضو الحالة الصحية والبدنية بتبقى بينة بيقى فيه مؤشر حالك شايف إن ممكن المفروض اللي أنا عارفته إن إهاب وعمر هيعملوا مسحة نرجو إن شاء الله إنها تطلع سلبية ولو صالحة سلبية ممكن مثلا ما يلحقوش بكرة لكن ما يلحقوه ماتش بيوم الثلاثة إن شاء الله هيخضوا يومين إعداده كده آه لكن لسه لسه ما عارف لاش نتكتل مسحة اللي عملوا عنه عرض طب كابتن والبنات برضو الأخبار إيه يعني سيدات الكرة السلفية عندنا حد لا الحمد لله الموضوع مزدبطوا الأولاد واخدين جراءاتهم كويس قوي في تباعد وعلى طول لابسين الكيميمات وفي التمرين كويسين الحمد لله ربنا يكرمهم كده ما تظهرش أي حلقة إن شاء الله وبنشكرك يا كابتن سيد على التعليق المتميز يعني حددك يعني بصراحة إضافة قوية جدا وفي التعليق وإحنا دايماً شايفينك يعني متقلق فبنشكرك على موجودك معنا يا كابتن ربنا يخليك أنت كمان متقلق في الصدية التحليل بيجيفك الكرام يا كابتن عيسام وربنا يرسعك إن شاء الله متشكر جداً كابتن سيد صابر طبعاً رئيس قطاع الناشئين والناشئات بنادي قال لي بشكرك شكراً جزيلاً كانت المكالمة دي من الإسماعيلية يعني طبعاً من آآ مقر إقامة اللاعبين طبعاً